بقراءة الفاتحة على روح الشهدين الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين عارف الزوكا استهل فرع المؤتمر الشعبي العام في روسيا بالعاصمة موسكو حياء الذكرى الثانية لانتفاضة ديسمبر بحضور سياسيين وأكاديميين روس وجاليات عربية نحن قراءة باقون وعلى أفضل سائرون ونعتبر هذا اليوم هو يوم حزين ويوم أسود أدماء قلوب الإيماني لكننا لم نتخالى ولم نتوانى عن أدى مهمنا التنظيمية فرع المؤتمر في روسيا أكد المضي على ضرب الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لثورة نابعة من قلب المظلومية الحوثية التي تمارسها بحق أبناء الشعب اليمني منذ دخولها العاصمة صنعا وسيدرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح نحن هنا سنقوم بواجبنا وسنمجي على ما مشى عليه الزعيم رحمة الله عليه من الدفاعي على اليمن والدفاعي على كرامة كل يمن موثلين عن عدد من الجاليات العربية شاركوا في ذكرى الانتفاضة معبرين عن احتزازهم بالشعب اليمني العريق وتاريخه الشعب السوري الذي آمن بمحدة أرض اليمن آمن بأن اليمن السعيد ستبقى بإذن الله يمنا سعيدا رغم المصائب التي حلت عليها سابقا نأمل لكم بكل السعادة نأمل لكم بالانتصار انتفاضة ديسمبر عبرت عن إرادة وضن ومصير الشعب كونها فجرت الغضب الثوري في نفوس اليمنيين جراء ممارساتها القمعية والعنصرية وتدمير مؤسسات الدولة وحولتها لصالح قيادات مقربة من زعيم الجماعة لبناء الثروات على حساب معاناة اليمنيين